مرحبا بيك. شكرا لك على قبول الدعوة. سيد طهر خلنا بدأ من الاستفتاء. هل الاستفتاء قانوني أم لا؟ والله الاستفتاء آآ بش نجاوبك علي خاطر خذينا منه موقف احنا بارح في النظر الصعفية متاعنا. احنا الاستفتاء نشوفوه مرحلة مهمة. واني بشو صلك عليش. الموقف متاعنا من الاستفتاء سبقوا موقف عنا قرابة العام طوى على الخمسة عشرين جوليا الفين واحد وعشرين. قبل الخمسة عشرين ماذا بيا نذكر شو كان موقفنا قبل الخمسة عشرين جوليا. احنا قبل الخمسة عشرين جوليا نددنا بالعبث اللي صاير في البرلمان وبالبلوكاج اللي صاير. ودعينا راشد القنوشي بشي استقيق. خاطر كنا اعتبروه ومزلنا اعتبروه اه متاع المشكلة وابوندو بلوكاج اساسي كان في البرلمان. ودعينا ناسي المشيشي زادة بشي رجع الامانة رئيسة الجمهورية اذا كان ما كانش قادر يكون حكومته. بح. جيت خمسة عشرين جوليا. احنا والحزب اعتبرها فرصة وصدمة ايجابية. بح. وكنا نتوقعو ونستناو انو تتصلح البلاد. مه. من الخمسة وعشرين جوليا. تعداو شهرين. مه. جي سبتمبر. وجي المرسوم. مه. اللي خدا فيها الرئيس سورة الكل. مه. من وقت الحق. ولينا آآ عندنا عديد آآ الاحترازات. مه. وتخوفات على وين ماشين. بح. والطريقة اللي ماشين بح. بح. اليوم. اتعدى قرابط العام. مه. احنا اليوم نعتبروه. الموعد متاع خمسة وعشرين جوليا الجاي. الاستفتاء هذية. مه. مرحلة مهمة ياسر. مه. مش نخزروا. ونتحملوا مسؤولياتنا. مه. ونقولوا يندرى هل احنا. فرحانين. بالشي اللي صار في العام اللي يتعدى. مه. هل جيت بيه فايدة للبلاد. هل مشاكلنا اللي كنا عايشينها. مه. اتفضت اتحلت. وضعيتنا تحسنت. اولا. وثانيا هل عنا ثيقة. مه. في اللي جاينا. احنا ما عناش ثيقة. في اللي جاينا. مه. واحنا ناس اللي آآ الاساليبه متاعنا متاع النشاط السياسي. مه. اولا نحب نذكر الساعة اللي احنا حزب سياسي. اي. محناش معلق. مه. احنا حزب سياسي آآ ينشط. ويعمل في السياسة. مه. آآ دورنا ريناه. انا نقوله. يلزمنا نصوته بلاه. ونصوته من توا. مه. مش على م مضمون الدستور. مه. على المسار في العام اللي يتعدى. وعلى المخاطر اللي قدمنا اليوم. بقي ستحر مجاوبتنيش. ان الاستفتاء قانوني ام لا. والله يشوف. احنا. احنا موضوعين. احنا محطوطين قدام الامر آآ مل آآ خمسة وعشرين جويلة اعتبرناه كي ما قلت لك صدمة ايجابية. مبعد. ام. خرج هالمرسوم هذي. احنا محناش دعاة فوضى. احنا محناش عباد دعاة فوضى. هي ما التوصيف سيطهر مهم. اي. بلقانون اللي موجود في البنات. بالقانون اللي موجود في البلاد. احنا دعينا الى الى انتخابات نهار خمسة وعشرين جويلة. بش نشاركوا فيها. بدي ما احنا مشاركين فيها. احنا نعتبروها هذي فرصة بش نعبرو على رأينا. ب. وراينا هو بالرفض. بالرفض. مش. ام. للمحتوى للدستور. ما كانش انا نستنينا. هو متنجموش متنجموش تصوته بالرفض ولا بالقبول للدستور خاطة ما تعرفوش انه فيه دستور. هي هذيك عليش حبي تفصل لك اللي احنا الموقف متاعنا. ام. مش مبني. ام. على شنو محتوى الدستور. اي. احنا الموقف متاعنا مبني. ام. على المسار. ام. اللي شاركة فيه استفتاء بالتصويت بلا. هو في حد ذاته بعيد شوية على المنطق على خاطر. عليش. التصويت بلا. على ماذا. الاستفتاء على النص دستور. لا. بلا. اه هنفصل لك. احنا اول حاجة هذي من نعتبروش دستور. هذي مشروع شخصي. اي. للرئيس قيس سعيد. اللي على شنوه بالضبط. على المشروع الشخصي للرئيس. اللي انتو ما متعرفوش تفاصيل. لا. شوف فهمني مليح. المشروع الشخصي قاعدين نروا فيه على النعام. والتمشي الانفرادي قاعدين نروا فيه. الاستفتاء مهوش على المشروع الشخصي. لا. الاستفتاء على المصد دستور. احنا كافيقتونس. اي. نعتبروه. ام. فرصة للشعب التونسي. ونحبو نفسروا للتوينسة. ام. اللي هذا فرصة. ام. باش نعطيه وراينا. وراينا احنا رفضين. اه. لكن فما هو جه. ولكن ستاهر من اخرنا عن ذاكر انتي عضو مكتب سياسي بحزب افاقتونس. وانتي قلت احنا حزب سياسي. دونك تعملوا في السياس. اه. الانخيرات في حد ذاته. انتو ما اللا. حسب تفسير اللي عطيته السياسة كليوم. انا سمعت حتى اه استفادة العبدالكيف مع زملينة في موزايك. سمعت مادام ريم معجوب في في اياثام. اه. وليد صفر في ديوان. اه. يبدو انه التمشي المنطقي متاعكم اللي اللا. وبش تقودوا حملا تعلاق. دي جا بديتوا فيها. الحملة تعلاقي. ايه. كيف تحكيوا على الحملة تعلاقي. احنا نعبروا على رأيكم. ايه. الحملة الرسمية مزيدة. ايه. مرحلة ما قبل الحملة. ذي التوصيف. لا هو لا للمسار. كيفاش جايوا بالنس اللي اللي اللوم عليكم انه الانخيرات في عملية الاستفتاء بالتصويت بلا. هو في حد ذاته انخيرات بالمسار. يعني اليوم رئيس الجمهورية قد يقيم عليكم الحج انه شاركتوا انتو ما في المسار صوتوا بلا. دونك ما بتكمش الحق. ترفضوا الدستور بش الصوت علي بنعم. للإستفتاء. هوني زادة فما خلط. وفما يا زادة يظلي. احنا قاعدين اات يظلي هذا اول استفتاء. يصير مع بعد الثورة. الموسيح. الا الاستفتاء يا راه ومش معناتها بالضرورة اني انا موافق مع المشروع. بالعكس هو متاع الاستفتاء. ايه. احنا. يعني انتي قابل قانونه اللعبة ليسيطة. لا. يعني في تصوت بلا. لا. احنا نستعملوا في ادات ديمقراطية. اي. اسمها استفتاء. ماذا لو مرى الدستور هذا بنعم؟. اذا كان مرى بنعم فليكن ذلك. بش كونوا قابلين انتوما بش كونوا قابلين انتوما. في الحل. احنا اليوم في المعارضة. ام. بعد 25 جويلة اذا كان المشروع مطاقية السعيد اتعدى. بش ناخده في المعارضة. انا محكي على نص الدستور هنا خلينا نكون واضح. اي لا. بش نصوتوا بلاي. بش تصوتوا بلاي. ماذا لو مرى بأغلبية الأصوات بنعم. نص الدستور هذا ملزم اليوم لحزب أفاق تونس. هي بش يولي دستور تونس. احنا اليوم المسؤولية متاعنا قرينا. اه. من مسؤوليتنا. – محم. – مش نتكلموا وننبهوا على خطورة التمشيل. – هم. – وهذا موج دستور توانس أي هذا دستور شخص. حتى الطريقة اللي قاعد يتحضر به الدستور دايّة. يا مسيت طهر كيف يتعدى بنعم? خلينا اميساش طفالة معك. اليوم ما كيبش يتعدى الدستور هذا بنعم بقطعة النظر؟. رئيس الجمهورية اليوم شيقولك انا فيالآ. فيالجانب. انا. ان께 عندي نوع. من الشرعية على خطر بالقانون الانتخابي، مش مهم عدد الناس اللي تشارك في الاستفتاء هذي، اليوم كيف تحكي انتي على مشروع شخصي لرئيس الجمهورية، إذن اللي تعتبروه انتوما مشروع شخصي، تقررون أنه بمشاركتكم وتصويتكم بلاه، هذا بشيكون دستور البلاد اللي تعتبروه نفسه مشروع شخصي، وهذا هو التضارب شوية في الخطاب، لا، إحنا المشاركة بلاه، وأن نعلو عليها منتوب بش نتصديه للمشروع هذي، لماذا إذن، لماذا لا تكون المقاطعة؟ ها، هنفصل لك، بارك الله فيك خطر يا دسويل، جينا برشا ونحب نفصل للناس اللي تسمع فينا، علش مخترناش المقاطعة، هاي بسيش، شو الفرق بسيش نفصل، هذي، يعني آآ خذينا برشا وقت بش نتحطه فيه و نتناقشه فيه في سلاحسن، نعود لك احنا حزب سياسي، الحزب سياسي مطلوب منه بش يكون ناشط وفاعل، انا منحبش رأي روحي طاعد في داري نهار 25 جويلة جاي، ونشوف اللي ت دونس ماشى فيه ثنية، منحبش نعيش فيها أنا و صغاري، يعني الجوم اللي اختاروا حملة المقاطعة ما همش، ما همش، ما همش، ما عنده حتى تأثير، كيف ذلك؟ ما عنده حتى تأثير، التأثير الوحيد منتاع المقاطعة، هاي، أنك تقوي النعم، على خاطر ما فما حتى بالانس، حتى إيكليم، اليوم يقول لك اللي تعمل اللي تقود حملة المقاطعة، الأحزاب السياسية اللي تقود حملة المقاطعة، يقول لك أنا على الأقل، كويران، أنا رفض لمصار بأكمله، وربما هذا التقاطع معاكم، ولكن لا أنخرط بالتصويت، فيه في استفتاء أنا رافضه، الفرق ما بيناتنا، الفرق ما بيناتنا، أحنا ما نحبوش نقعد ونتفرجه، نحبوه نفعله، ونحبوه بصوتنا اللي نوزنه ونربحو الاستفتاء هذيه، ونوقفوه المصار هذيه اللي ما نعتبروه شباهي للبلاد هذي، هذا الفرق بين اللي قاعد في داره ويقاطع، وبين يشارك بأسلوب وبأداة متاع ديمقراطية، أنا أنا نفهم سيطار، نفهم اليوم اللي هو الرمزي وفهمت الفكرة وصفتها، أنت تعرف شو ماذا اللي يصير بعد الله؟ أنا أنا اللي يصير بعد الله، ماذا يحصل بعد الله؟ هذا مش موضح بمنطوق النص، بمنطوق النص، لا لا نعرف، نعرف، أما أخواقياً وسياسياً أي رئيس زمهورية يقدم مشروع استفتاء ويخسر فيه، يجب أن يستقبل وهذا معاولين في هذا الحسنية، مش معاولين، أحنا هذه قوانين الديمقراطية والأخلاق، هذا إلى حد الآن في، مونتي تحكي على الأمر الواقع، ولا اللي متاعكم اللي ضد المسار بمنطوق النص، هذا مش موجود؟ لا، النص ما فيه حد شي، أما الأخلاق، الديمقراطية، قواعد الديمقراطية في العالم، أعطيني بلاد جاء رئيسه، قدم مشروع استفتاء ويخسر فيه، وقعد في الحكم يعني اليوم أنتوما معاولين على يعني في هذا، أنتوما معاولين مرة أخرى ما بس يسمعنا، يفهم اليوم الموقف حزب أفاق تونس يعول على التصويت بلاه، وإذا كان فعلاً كانت الأغلبية للتصويت بلاه، ما فماش نص قانوني ونظم هذا، لكن أنتوما تعولوا على ما يحصل عادةً في الديمقراطية، هذا هو في وضع استثناء المنطق، المنطق والأخلاق السياسية، هذي شو تقول؟ وإحنا، إحنا رأيه شو، ينجم يعاول فقط على المنطق والأخلاق السياسية والفعل، أنا كي نقول لك، إحنا قررنا بش ندخلوا في اللي، وبش نقنوا العباد، وبش نفسروا عليه، سفوما فرق كبير، أولاً، أولاً علش اللي، بش نتصديه ولي مشروع، اللي هو أحادي، ولي مرهوش باهي لتونس، ثانياً، الفرق بين المقاطعة والمشاركة بالله، أنك المقاطعة ما عندك حتى تأثير، حتى صفر تأثير، بل بالعكس تحل الأطروت للنعم، أما كيتشارك بالله، ما يقول لك اليوم مبدئياً مسألة، أنا ما نشاركش في مسار، أنا رافضه، أنا رافض المسار، اليوم قواعد اللعبة، ما نعرفيهش بك هذا أنا أحنا الراوه، أحنا الراوه، اللي هذي غلطة في التقييم على خاطر تنجم تقعد أنتي في هل تصور الفلسفي هذا، لكن من حيث تأثير، انتيجة، انتيجة، العبرة بانتيجة أنا نطرح عليك سؤال هناك، ليس تصوراً قائم أيضاً على المنطق من وجهة نظرهم هما اليوم، اللي يعتبروا اليوم أنه ما تمش استدعاء، أم تم إقصائهم في حوار؟ نحن هو تم استدعاءنا للحوار، واعتبرناه حوار سوري، ما إذن، الاستتباع المنطقي أنه ما تصوتيش في له، أنه تقاطع لا، كل حازا في بلاستها، أحنا شوف ران عبيد، برغماتيين وعمليين، الحوار، حوار سوري، استشاري، ما يحضرش فيه رئيسه، ومشرفش عليك رئيس الجمهورية، ومهوش، أنت الديسيزون، إن يابادو ديسيزون خرج منه استشاري أحنا اعتبرناه سوري، حتى الطريقة اللي استدعونا بها ليس طريقة تريس سيريوس، دونك قطعناه خطر مهوش، بمعنى، بمعنى مش سي بالتليفون جي سي بودربيلة، كلم رئيس بار، كنتم تتاظروا أنه، كنتم تتاظروا أنه رئيس الجمهورية يتم الاتصال بكم من طرف الجمهورية؟ هو حوار، وليه بين فرقاء سياسيين، ولكن اللجنة هي رئيس، رئيس اللجنة هو اللي يتصل، بمبعض، رئيس اللجنة ما يقررش، أحنا ماشيين للتصويره، بش نقتلت تصويره ونروحه، ليه؟ أحنا محناس ماشيين بسنزينه، سي طعر مش كيبه، وكأنه مجرد تسجيل موقف، وكهو؟ ليه أبداً، فقط أنا، أنا سجلنا موقف مع الناس المعارضة، وكما يمنحليوا بب محلوله على رئيس الجمهورية؟ الـ CDA، كان جينا نحبه، أما باب محلوله، هنقولك نحبه نتصد دول المشروع، ونعارضه ومنتهو مش الدستور، كان جينا نحبه نسيجينا، لكن المعارضة اللي يوصي شوية، كان معارضة، كيفش تقصى شوي؟ يعني خير المعارضة اللي شدد دارها، ما هي شدد دارها، ماذا؟ كيف، الناس اليوم اختاروا أنه يكونوا ضد مسار كامل؟ بايش، بأنا، بأنا فعل، أنا سألت اليوم حزب أفاق تونس هل هو معارض أم مساند للمسار؟ بقول أنت سيطهر حزب أفاق تونس معارض للمسار. ولكن ينخرط في محطة مهمة في المساري وليس بتباية. مش ينخرط. تصوت أو تصوت بلا. لا. لا. انخراط. مانيش ننخرط في مسار. أنا نشارك في أداة ديمقراطية متاحة لي. باش نتصدى لمشروع نعتبره شخصي. مهوش دستور تونس. هذا مشروع شخصي. هذا هو. يعني أنكم تدعيوا اليوم منخرطيكم وللناس اللي يبسطروا في الحملة، يبسطروا في الحملة، يبسطروا في الحملة، يبسطروا في الحملة، تدعيوا إن للتصويت بلا. هذا ما يعطيش نوع من المشروعية للاستفتاء اللي في حد ذاته تعتبروه مشروع شخصي رئيس الديموري. يعني كنت قل لك نحب قلوا نتصدى والمشروع الشخصي. كفيش تقول لي في نفس الوقت حتى تتصدى. انكم ما منخرطين بطريقة أو بأخرى. هذا هو ما جمعني شخصي. مش منخرطين. أنا نستعمل في أداة ديمقراطية معنا. فما فرض بأن هذه أداة ديمقراطية متاحة ليه قدامي، وإحنا نعود لك ما إحناش دعاة فوضى، إحنا عباد عمليين وبراجماتيين، مأمنين أنه بالتصويت بلا بش نحطوا حد لهالاختبار، إحنا طوى عايشين في تونس كيفاللي سالدو تربو براتيك متاع كلية حقوق، كل واحد اللي عنده شهوة يجربها، وحده دو بروف يتشاورو، ومخلين البلاد على جنب، بمشاكلها أنا أخر مرة جيتكم هوني عندي يذور لي أربع شرط، نحكيو على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. عمش نجيوها. هانا طوى لنا رجعنا نحكيو على دين الدولة شنو. ها مش يوريك يعني وين وصلنا. كيف نشوفوا التنسيقيات، نشوفنا الجمهوري، الطيار وغيرهم، اختاروا المقاطعة للمسار هذية. الأحزاب المنهضة لرئيس الجمهورية يبدو أنه أغلب الطيف السياسي يختار أنه يعمل حملة لك الحملة لمقاطعة للمسار ككل. على المستوى السياسي شنو أوزن حزب أفاق تونس اليوم في استفتاء مثل هذا؟ والله هانا نقول لك اللي حزب. أو ماذا تنتظروا؟ كقراءة سياسية للواقع. أول حزب اللي أعلن بالمشاركة بلا للتصدي لهذا المشروع. وأنا عندي ثيقة في أنه بش نكونوا قادرين أن نقنعوا ناس توانسة اللي تسمع فينا. وعباد أصدقاء أنا زادة في الطيف السياسي. وما نستبعدش، ما نستبعدش أنه ناس تشاركنا في الموقف هذه. ما نستبعدش بالكل. سيتار خلينا ناخذوا دوكات فيجور لو تسمح ناخذوا الوضع الوضعي. لو إن يكون فما تصويت للدستور بنعم ويكون الدستور هذا فيه مجموعة ربما من الـ اللي موجودين على مستوى النص نحن. ماذا يمكن أن يغير حزب أفاق تونس من بعد؟ بعد ما يولي قبله الشعب التونسي، أحنا نحترم رأي الشعب التونسي وسنعارض. هذه الديمقراطية وهذا الفرق بين الناس. نظرة طوبية شوية دياع كيفين في كنت تلوم في الأحزاب لغ. يعني اليوم تقبل من عمر الواقع. فاشناش متبدل إذا كان يصيروا على مستوى النص. على مستوى النص فاشناش متبدل الدستور. وين بش تبدلوا؟ فهم بش كون يسمعك؟ صار حوار وطني. صار سيمولاكر متاع حواء. مهوش حواء، مسرحية. ما تشوفش وقت اللي تفقدوا نوع من المشروعية حتى في الاحتجاج على نص الدستور. احنا محتفية. اللي فشلتوا في أنكم بتطرق الديمقراطية كي ما تعتبروها انتو ما؟ شني طرق الديمقراطية غير ديمقراطية. بالعكس اللي قاعد تقول فيها غير ديمقراطية. هذي طريقة ديمقراطية دستور متعزوز من الناس. نقلو دستور توانسا. هاااااا ما ما فم مدولات سمعت حاجة أنتي. اكبر منظمة في البلاد دتي حادث شغل مش موجود. علشان ونحكيو فما أحزاب شكون فما شكون موجود؟ سمحني، هذا مهوش متاع الديمقراطية، هذا مهوش أسلوب تشاركي متاع الديمقراطية، هذا أسلوب إقصائي أحادي. كيفاش تجاوب الناس اللي يعتبروا اليوم حزب أفاق توليس بالموقف هذا، يعتبروكم جزء من مسار رئيس الجمهورية؟ شنو هو مسار جمهورية؟ بأنكم شاركنا أحنا في الحوار، أنا متدعي، لا لا، بأنكم تدعيوا إلى المشاركة في الاستفتاء حتى بلا، أحنا ندعيه لتصدي لهذا المشروع، يمكن أن نجمش نكون أوضح من هكا، التصدي لهذا المشروع. التصدي عبر التصويت مرة أخرى سيتم. التصويت بلاي، يعيشكم فما فرق وهون يزادة فما دور بش نفسروا للعبيد راهم، استفتاء مش معناتا إيه؟ وبالعكس أحنا هذا، هذا اللي نحبه. هم هم يعتبروا أنه الاستفتاء في حد ذاته ما بني على باطل، فهو باطل، إذن الاستفتاء، إذا كان إنتي تحب تعارضه، يلزمك تعارض ما صار كام. بأينا وسيلة، شو اللي تعمل؟ تقعد في دارك؟ شو اللي تعمل؟ طب الشارع؟ هما يعتبروا أنه نزول للشارع؟ الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في المشاركة؟ مقاطعة المشاركة، اللي نحبه نفسروه، اللي نحبه نفسروه، راهو العباد اللي ماشي في بالها، اللي مقاطعة المشاركة، عملنا حاجة كبيرة، وعبرنا على موقف، راهو اللي بش يصير هو بالضبط العكس، على خاطر بش تخلي أوتروت محلولة للنعم، على خاطر الأصوات الوحيدة اللي بش توصل في الصندوق هي النعم، إذا كان إنتي مكش موافق مع الشي اللي يصير في البلاد، وإذا كان إنتي خايف على مستقبل البلاد، بعد هال، هالدستور اللي تكتب، ما نعرفوش في أنا ظروف، وشكون اللي كتبوا، وخايفين على مستقبل البلاد، نقول لا، ونقول لا من توا، هذا هو، مع أنت يا راو، مهم ياسر، ما فهميش موقف أوضح من هذا، نحب ونتصداو لهالتمشي هذي، على خاطر ما نرووش اللي هذا باهي للبلاد، بكل بساطة، المقاطعة ما عنده حتى تأثير، نجمه، نقعد ونحكيه الغضوة الصباح، في بلاتوات، في ديار، ما عنده حتى تأثير. فما برشة زادة نجمه يجاوبوك، يقولوا لك اليوم ما التصويت والدعوة للتصويت بلا، ما عنده حتى تأثير. كيفاش؟ خاطر لتوغي جوي. ها، كونش إنتي عندك معلومات اللي أنا ما عنديش. لتوغي جوي، كيف نسمع أصوات المعارضة، مرة أخرى تحكيو زادة في الجانب المنطقي، مشنو موقفكم مثل، أحزاب السياسية التدعو للمقاطعة جسما، موقفهم مبني أساساً على أنه اليوم أعضاء الهيئة العلية المستقلة للانتخابات تان تعيينهم من رئيس الجمهورية، هنكم يطعنوا في شفافية الهيئة، اليوم يقول لك فم نص دستوري مشاركناش فيه، دونك المؤشرات الكل، المؤشرات الكل الدول على أنه لتوغي جوي، من منظور هذا معنهم جانب من المنطقي، لازم دستور حاشتين قلتها أنت الساعة، مضمون ودستوري دولي جيوبتك على الموضوع، تقول لي ليزي، أحنا ليزي أخي بيلك بش نقدو نتفرجه وساكتين، أحنا رانا عباد ما نحكموش عن نواية، نحكمو على الأفعال، وأحسن مثال لهذا قتلك رانا نهار خمسة وعشرين جويلة، قلنا صدمة إيجابية، لكن بعد الأفعال اللي شفناها، حويش، محناش قابلينها، البلاد هذي، ليزي كيف كيف، محناش تقدو نتفرجه، وفي الليزي يراهوا قاعدين نراهوا في أندباء كية ترسام صراح، وحمد الله اللي المدولات متاحها علنية، وفما مواقف، وفما قاضي استقال، وانحييه زاد التضامنان مع شي اللي صاير للقضاء، اللي هو غير مقبول، غير مقبول، أنا أخوي العزيز، ما ننجمش نعيش في بلاد، ما ننجمش نعيش في بلاد، اللي ما فيهه عدل، وما فيههه قضاء، كش معنى ها؟ اليوم سبعة وخمسيين قاضي، اللي نعرفه، اللي علش لكيفيش، اللي عندهم حق بش يدفه على رويحهم، قتل رويحة اللي تشده بسكينة، بدمها، وعنده الحق في محامي، وانه يدف على روحها، ابتدائي وستنيف وتعقيد، اليوم الدستور سيش نرجع للدستور الأخر نقطة بعدك بسعادة شوية لنقاط الاشكالية الاقتصادية مش نستغل وجودك بحدها الناس دعوش نحكيه في المعنيش تسكر البسادية رأنا في الاشكالية الاقتصادية نعرف عالك ما تقول في الجانب الاقتصادية ما خليني نختم معاك بالنقطة في ما يتعلق بالجانب القانوني السياسي اليوم الدستور تم تصويت بنعم على نص الدستور الدستور اللي انتم ما تعتبروا مرة أخرى اللي ما كانش فهم الجانب التشاركي في سياغة النص كانت بدأ عندكم مؤخذات شنو ما السبول والآليات اللي تتبعوهم للاحتجاج على المؤخذات اللي عندكم على نص الدستوري انتم ما كنتوش مشاركين فيه ودعيتوا انه يتم التصويت بلا نفس الاساليب اللي قاعدين نستعملوا فيها طوال يعني يكون النجم يكون فهم التجاء للقضاء نزول الشارع وغيره شوف احنا الاساليب اللي نستعملوها دائما وابدا تكون اساليب متاع براجماتي ومتاع عندها انتيجة ومتاع عقل احنا صوت العقل اللي احنا يا رئيس الجمهوري مناجمش يحتاج يقول انه حجة انه متاعه انه اليوم تم التصويت بأغلبية لنعم بنعم عمس السلام مرحبا بيا مرحبا بيا مرحبا بيا إذا كانت انا الساخك الفيسيوية شوي كان الساخك الفيسيوية انا نقول لك لسارك الفيسيوية انا اليوم عندي فرصة احنا اليوم عبيد نراوه في رواحنا الصوت العقل اللي قاعد يتسمعه دو بلوز ان بلوز نراوه في رواحنا بديل نراوه في رواحنا عنا حلول البلاد هذية. احنا اليوم فرصة باش نتصديه لي ما صار ولي تصرفات نراوها خايبة واختيرة للبلاد ونحبو نقرون توانسة وانا مقتنع النجم قولك بين البارح واليوم. فما ايبوليسون كبيرة قاعدة صاير على الموقف امتعنا فما برشع بيت قاعدة في وضنها تسمعه اه تيان فما وقف موقف وموقف زادة بعيدة على اللي تسمع فيه في جبهات اخرى وفي موقف اخرى دونك احنا نمنو بالموقف امتعنا وش ندافو عليه ونمنو اللي اللي ينجم يربح اللي ينجم يربح راوه كان الناس تقعد في ديارها مبالغة فما من طرف الاحزاب اللي تعتبر انه هاني هاني قولك انتي قلتها لطوري جوي انا جو بانس كالطور ني با جوي بادام فما عبارة بش نكون واضحي ستار انا الهنا كانوا في بلاستي سياتك كانوا فما العديد من القيادين في احزاب معارضة نعم مسي حمال همامي سي نجيب الشابي كانوا العديد من المعارضين اللي يعتبروا اليوم انه المسار كله مبني على باطر هذا هو اليوم هذا هو العشي نحكي لك لطوري جوي هذا كلامهم نترموهم ونحترموا نظالهم لكن ما عندناش نفس اساليب العمل السياسي حزب افرق تونس حزب عملي براجماتي مهوش بلوكي في دي دوغم متاع الثمانينات ومتاع التسعينات احنا هوني نحبو نجيبو طريقة جديدة للعمل السياسي مش بضروري يكون فاهمة دوغم بضروري نجب يكون موقف ما باهم لا نجم تهرون مش بضروري يكون خالفينكم عندهم دوغم لا انا هذا هذا رايي انكي تقول انا نقاطع وما نشارك في حد شيء هي احنا ما نراوش اللي هذي هو الطريق السليم احنا نراو اللي كي نشاركوا بالله نجموا نقنعوا توانسا ونجموا نربحوا ونجموا نرجعوا تونس بين ايادي الناس تعرف كيفية تصلحها وتخليني انا وانتي نقضوا عايشين في هالبلاد وصغارنا عايشوا هوني مش هنلوجوا في خدمة في بلاد واحدة هذا هو تصليح البلاد ما بين ايادي امينة يدخل زادا في شوية في الازيرجونس اللي موجودين توا بخلاف النقاش السياسي القانوني نحكيه على عجز الميزان التجاري مقارنتنا لحصائيات تقولي في الخمسة شهر هذو ما مقارنتنا بالخمسة شهر ولانين متع عامناول تقريبا نحكيه على الضعف فيما يتعلق بالعجز الميزان التجاري نحكيه على تفاعة مواد الغذائية الكنتكست على الحرب الروسية الاوكرانية وغير هنا اسمعت انترفيو مع متى وزير التشغيل في فرونس 24 وزير التشغيل متفائل سيد طهر لكتار يقول له متى على متى تونس نحكيه نحكيه على وزير التشغيل متى تونس انترفيو في فرونس 24 وزير التشغيل يعتبر انه الحكومة حكومة مدام ناجد لابودن تقوم باصلاحات ويقول لي حتى نسبة البطالة انخفضت نسبة البطالة في تونس اه ويعطي مؤشرات ايجابي لقول فهما مؤشرات ايجابي توفقه في هذا؟ والله انا معادش معادش نعرف يندراء هذا الشي يضحك ولا شي يبكي والله العظيم معادش عارف ماذا؟ يندراء هالمواقف هذه متى الناس يتحكم فينا اليوم واحد لازم يبكي منها ولا يضحك شوف هاللي نسمعوا فيه سوى كان من وزيرة المالية اللي تقول لك عنا اكسيدان رأوا شي من وراء العقل عنا فأض اي عنا فأض شي من وراء العقل ولينا نلعبوا بالعبارات ولينا انا نرى هذا اندني كما انسان مريض وميحبش يستعرف اللي هو مريض وعلى مرد الله ليه يا خوي؟ مرد الله كي تبدأ في دارك وحدك انتي هوني عندك الثنس المليون في رقبتك واحنا كناستين في العمل السياسي محناس بس نخليه وهالوضعية هذي تتواصل على خاطر غايرين على البلاد ومحناس كيرين هوني ملكة وهذي بلادنا وهذا تصرف غير مسؤول هذا كلام غير مسؤول يخي محكومة تصريحات تصريحات وزيرة المالية ووزيرة التشغيل تعتبرون تصريحات غير مسؤولة غير مسؤولة خاطر هذا معادي للحقيقة وللواقع مش صحيح يخي سمحني احنا عايشين في الدنمارك هذي يقول تلك ماخر مرة يزيد ساعات ويحد ذلو اللي عايشين في بلاد متاع اسكندنافيا معنتها راهوا نخدمه زادة ونراه وعنا حرافة ونراه في وضعية متاع المحروقات ومتاع القمح ومتاع غيره وورينا زادة في سارة المعاملة مع حكاية الاحتكار راهوا الشيء اللي شفته بعيني أنا كنت في سفيقس كنا معصيل فاضل في سفيقس سيد مدير عام متاع معمل متاع متاع مقرونة يتحط عشر ايام في اللقاف على خاطر الناس اللي تحكم متعرش تفرق بين سلعة يلزمها تطيش وسلعة راهنا وصلنا في بيل في ظل اللي ساير هذا الكل وحنا نحكيه على الحكومة التونسية فما مجموعة من النقاط اللي مطروحة من طرف صندوق النقد الدولي ونقاط واضحة يعني كانت منذ أشهر نقاط واضحة مسألة الدعم مسألة الأجور على مستوى الوظيفة العمومية وغيرها من النقاط الأخرين الاتحاد العام التونسي الشغل ظهر انه عنده فيتو ما نعرفوش البرنامج الإصلاحي متاع الحكومة شنوه كيفاش تقراه هذا الكل؟ في الحزب كيفاش تقراه البرامتر هذو ما الكل اليوم؟ ونحن مضطرين اليوم إنه نكونوا عنا عبث فما اتفاق على أقل مع صندوق النقد الدولي فما شايت يحنا احنا راوه هذا قولناه يظل يزاده في فيبري وقتك يزيدكم إيبوتاز أساسية متاع مرسوم المالية اللي يتعدى أنه يصير اتفاق مع صندوق النقد في مارس احنا في جوان هكا هو يفهم وحدك؟ ما صارش اتفاق وصندوق النقد ما يصيرش اتفاق في جمعة هذي أمور تاخو بين ثلاثة وستة شهور واحنا في الأثناء قاعدة أوروبا تقطرنا كل شهر هاو ثلاثين مليون أوروه ها واحنا جينا حتى وسمعنا كلاما عند مسؤولين اجينا بيقول لك بش التوانسة طرق الخبص في رمضان هاي ثلاثين مليون أوروه وصلنا لهذا على خاطر معين همش بشتون استنهار قاعدين قطرة قطرة خاطر معين همش بشيرقه اللي هده غضوا على فرنسا ولا على إيطاليا وفي الأثناء عنا حكومة دون لوديني ما نسمعوهاش ما فهم شيء تحكي حكاية مع الفمي دي تحكي حكاية مع الرئاسة دي تحكي حكاية مع الاتحاد إذا كان حكيه خط حتى عمل الاتحاد ما يحكيوش الشعب ما قال حد الحد خط راحنا رعية معاتش مواطنية بالنقاش اللي بالنقاش اللي محلول تعوي ونحنا هما كانوا في الأصل ثلاثة ليجان فما اللجنة المهتمة بالتشريع-, اللجنة اللجنة مهتمة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة اللي بيتولف ما بيننا حكي علا الحوار. وفما لجنة راهي تحت فلمائةasten هي لجنة العمدان المعنية بالتشريع. يعني شوين result,lage Labour اليوم عنّي النقاش اللي خرجنا على الاسلام دينها في ما يتعلى ونصف خرجنا من لجنة الاقتصادية التيåعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. الزيعنا شوي الأولويات أحنا ضيعنا البوس أحنا ضيعنا البوصلة ومنحبوش الضيع علينا البلاد. أحنا هذيك عليش تحملنا مسؤولياتنا وقلنا هذا العبث لازمو يقف. وهذا الاكسبريانس متاع سال دو تي بي متاع فاك دو سيانس تصير في فاك دو سيانس جوريديك تصير في فاك دو سيانس جوريديك. هذي بلاد عندها مالي واللي حكومة لازم يكون كفء ومسؤول. هذا هو. سيفان العبد الكافي في مع زمين الياس الغربي في الموزيق قال نادعو رئيس الجمهورية الكفة ما مناظرة. مبياني في دمو كي انتي عندك انتي رئيس يدعو للنعم ومعارض وأول واحد في الأحزاب السياسيين اللي يدعو مالشنو. ما نحبو ديمقراطية بالحق ورا نحبو ديمقراطية متاع تصاوي. لأي مدينة جميستجيب رئيس الجمهورية حسب رأيك؟ يستجيب ولا ما يستجيبش. هو با دائم قال هادم يخافوا من الصندوق هانا برهنة اللي محناش خايفين للصندوق وماشيين له للصندوق. بالله احنا نستنى و نصيد رئيس الجمهورية بش ينخرط تزادها في العمل الديمقراطي والاستفتاء يفرض أنها تصير مناظرة بين زعيم النعم وزعيم الله. هاديش معنطة. ممم. كونش كانو ماحناس في ديمقراطية وقتنا ما وضع إخاف؟ ممم. نختم معاك ميسيش. انتو ما طوا بشتشاركوا في استفتاء و بشتدعوي للتصويت بلا تعتبروا انو نحن ماشي معارضيكم اليوم اللي يقاطعوا ميسيش خاطعوا ولاي عنا نيوانس. يا مش معارضينا فم برشة منهم صاحبنا. الطيار مثلا نيس نحبوهم برشة ونقدروهم برشة. تشتركوا في معارضة رئيس الجمهورية وكنت اختلفوا على مستوى النشوى. فمشكوني اعتبروا انو سي بوم فم صار انحراف ونحن ماشيين نحو ديكتاتوري. في مشكلة اقتصادية واجتماعية حارقة انذكرك راهوا قبل رمضان اللي كوش تسكر نص النهار. انذكرك راهوا قبل رمضان ما فميس زيت عبتش لي فيه مارشة نوار. راهوا مع انت احنا كنا عايشين في مشكلة خانقة ومزلت موجودة. مزلت موجودة رانا من غنطوس راهوا الشعب التونسي صابر حتى لتو. تزيد عليها انتي طوا هالمشاكل هذية اللي مهيش في بلاستها اصلا. يعني احتقان سياسي محناش في حاجة ليه. محناش في حاجة ليه. وهذي اللي فيه هروب الى الامام. انا قبيد قتلك فقدنا البوصلة وهاربين الى الامام. الى الامام. كيفية جواب الناس اللي اخر سؤال نختبئه خطر معك. شعنى برسوقت اخر سؤال اليومة كيف نحكيه على المنظمات الوطنية المشاركة في الحوار. هاي. بخلاف الاتحاد اللي عم تنسي شغل فما جميع المنظمات الوطنية. والله اه. ما يعطيشها جانب من المشروعية اليوم. لا 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 سمحني انا عندي انا باحترامي لكل منظمات. نحكيوه على الرابطة كمان. نحكيوه على الرابطة زادة عندها موقف يعني ما ليس بش نتكلم باسمها ماما قالت انا نشوف ونقيس. اما الاتحاد انه يكون غايب. هذي حاجة غير مقبولة. وشنو اللي تستنى؟ وشنو اللي تستنى؟ نطلعوا المال الصعدة. اللي انترشق في وجوهنا الكل. شنو اللي نستنى ومش شي هذا. هذا الهروب الى الامام اللي احنا راوى خطير وخطير جدا. واضح. شكرا ليك.